السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم انعود لكم القصة ديالي مع السيتي كلوب شن المشكل اللي وقع لي مع السيتي كلوب وكنتمنى انكم ما تطيحوش في هذه المشكل نعود لكم القصة من البداية انا كشخص بغيت نتريني نتقييد في واحد لسان دي سبوغ وقعنا نتقييد في صبوغ المهم بالنسبة للعرض في الأول كانوا دائرين بانهم تخلص 1300 درام في العام انا مشيت عندهم مشت الاشهارات وقعنا نتقييد في سيتي كلوب كل ساعة الاشهار يطلع لك في تيريفون يطلع لك في البابلسيتي المهم ما انا غررني ذاك الاشهار قلنا نتقييد في سيتي كلوب قلنا نتقييد معاهم مشينا اللاصل توجينا لها قلنا نتقييد ومشينا نلقينا واحد السيدة تماما قبلتنا بواحد طريقة مزيانة شنو خاصكم اسيدي بغينا نتقييد معاكم فهذا اللاصل لسبوغ فهذا الكليوب فاش مشيت عندهم وكانت صدمة المفاجأة قالت لي بانه ما كيناش الابونمون دي العام إلا بغيش تقييد معا إلا بغيش تسافد من العرض دي الف وثلتمية الدرام العام خصك تدير معا عامين ما يمكنش وهذه الصدمة اللاولة خرجت من اللاصل قلت له ما يمكنش تقييد غير عام قلت لي لا ما يمكنش من اللاصل دينا في سيتي كلوب خصك تقييد عامين باش يحسبوا لك ألف وثلتمية الدرام العام قلت ماشي موشكين مشيت نفكر شوية في العرض مع ما كانش عندي الفلوس كاملة قلنا مشي وعند السيدة صاري فكرت مزيان قلت نتقييد معاهم ولكن كان عندي واحد الموشكين هو ما كانش عندي المنطان كامل اللي نخلصوا باش نتقييد معاهم المهم ضبرت واحد الفلوس وبعدك الشي اللي بقايا بقاتليات قرابا سميوخمسين درام قلت نخلصها اليوم باقشك ماشيش عندك تلاوشي مكلية أنا نمشي نتقييد معاكم ونعطيكم واحد المنطان عشقالية سميوخمسين درام ما عطيها لكم في النهار فلان فلاني قلت لي ماشي مشكلة يمكليك وهادي وورا يمكليك تحت الشيك ديالك ووان تشيري وفي النهار فلان فلاني قلت ماشي مشكلة مزيانة أنا أنا ما عنديش المنطان كامل ديال عامين اتقالي لك سميوخمسين درام من ذاك المنطان ممكن شي كانت حسبت لي المجموع شي الفين وثمانمية درام قلت لي اتقاليك اتقاليك اخلصت قريبا شي شي الفين درام بحركة بقاتلي سميوخمسين ولا الفين ومياب مهم بقاتلي السميوخمسين درام عمرتي في الشيك عطيتهم الشيك قلت لي اينا نهار بغيتين عني اكون عنديك فلوس فل وسلم ديالك قلت ليهم فم فاربعطاة فالشهر ثمانية انا بنفس الشيك فالشهر ثمانية فالشهر ثمانية الفلوس سيكون عندي فلسك ديالي سنين الشيك قدرت فعله 14 قلت لي يا صافي هادي وراك عارفه السيق بالفشكون كشكوني الله التقييد على هدراع مرحبا بي كاسيدي هادي مرحبا قلنا عطيتهم الشيك عطيتني الكونترات هادي مشيت كانت تريني نغمال المهم انا وصلت 14 في الشهر لقيت باللي المنتون ما تقطعش من الكونت ديالي السميو خمسين درهم ما تقطعش تفاجأش قلتش كيفش نميكلنا انا ديره 14 و ما تقطعتش فيه 14 ايدينا يكونوا عانسا وخصي نتيري الفلوس ومشي ندليهم فلوس المهم هزيدوك الفلوس ديالي جتيريتهم من الكونت ديالي وديتهم ليهم فاش مشيت عند السيد اللي في الاريسبسيون كيفاش قوني كيقول لي بانا الكونتابل راخده وقع ليشيك راسيف طوم الكونتابل ويلي الكونتابل المهم قلتش ماشي موشكينا انتسنت الكونتابل لكنا يعيط عليهم باش نعطيهم فلوس كاش ما يمكنش ذاك شي يكون عادك شرع عادي ذاك دي بخوسيتوكي يخدوهم عادي المهم اه اه هدرو مع الكونتابل اه مهم انا مشيت عادي كانتريني عادي نورمال تاكي يعيط علي الوالد ديالي تقريبا حتى انا اصلا عندي العنوان بلاس اخرى يعيط علي الاب ديالي قال لي يبلي روصلاتك واحد الورقة بلي انك ما خلصيش واحد الشيك في سميوخو سندرام في الوالد ديالي في الوالد ديالي وانا ستر الشيك لكات طوصة ديالي مفاجأة وصلتني الورقة صورة لي الاب ديالي كان صورة وقال لي بان روصلاتك واحد الورقة للدار بانك ما خلصيش الشيك انا كنتفاجئ كيفاش انت انا باني دفعوا الشيك وغون فوغصة وفلابونك ما سولوكش وخلقوا الكمت ما فيش فلوس انا علش ما نعود لكم بانني علش خويت ذاك الكمت ديالي كنت هزيت منو الفلوس باش نخلصوهم كاش هما امتيني اخدوه الفلوس قبل ما الوقت تكرمون وع disadوا صوروا الوقات قول بك المهم طلبت منو تكراريك سيد الله بذلك أشكره من هذا الممبر كمّل لي الفلوس عندما كمّل لي الفلوس أنا قمّلت مع لابونك لكي لم يكن لدي أصلاً ومشى ليدك لابونك قمّلت معهم مصلحة الزبناء قمّل لي تنهار اثنين وهو غدّر حيث أنا ما زال ما كمّلت معهم البروستير لي قمّل لي تنهار اثنين قمّل لي تنهار اثنين المهم حسناً لم تنهار المنطقة أهلنا يتعصد و أعطي لديك لديك فرصهم و خلقه خلقه لديك كمّل كمّلت على أحد البروستير كمّلت على أحد البروستير قالطي لي انتي الأسيدين لم تنهار او كمّلت على أحد البروستير يعيش نحص أو يدير معنا شي يعمل ودبيت على أحد العلم يمكن أن يضعوا المفاجأة وضعوا الشيك وضربوا بسقلها ولكن المفاجأة فهذا كان يركز في الكون في التليفون في الابليكاسي كيف يوجد المفاجأة؟ بأنهم يضعوا الشيك في الوناف وانا دير معهم في الوكات التواصل يتيري وفلوس هنا فين كتوقع سيد المانجر ديال سيتي كلوب تقول لي كيفاش؟ انا قلت لكم قدرت معكم الوكات التواصل وفلوس في الوكات التواصل وانتوما اخذتوا في الوناف والبنكة قطعت لي تقريبا 100 و 30 درهم عاد لها حتى في سميتو في البخاليفون مع كترت الوكات التواصل وانتوما اخذتوا الوناف ويقول لي لا احنا معدنا شو كيوصلونا وانتوما اخذتوا الواتا اسمي توكن سيفتو الشيكات في واحد الوقايتها فلان فلانية وممكن شيين قمع ذلك وكتليه في الول ما تقولوش لي حط لينا الشيك ولي احنا ما قلقبلوش الشيك ماشي حتى ندر معاكم الابونمون وفي الاخر تديروا لي هذا الشيك تخليوني في مشكلة على البنك ده بقى قطعوا لي ايه 130 درهم واش انتوما تعاوضوني في اذيك 130 درهم واش هذاك الشخص اللي كان بارك قاسع لي هذا كوميرسيال هادي ديد تقييد معانا هيعاوضي في 130 درهم لهذا بقعت العاملية هنا انا ان شاء الله نهار اثنين غادي نشوف معا مع البنك ديالي نشوف معهم وطلبت منهم بانهم يسافطوا لي الشيك ديالي يردوه لي راكوا عارفين حي الشيك سورج عليا حيط البنكة فاش كتفع الشيك كتبعو وكما كتلقاش في فلوس كتبعو بانه شيك سو بروفيزيون لهذا كنصح اي واحد عافاكم عافاكم راك انت كنقوله في فيديوهات امشيري ولكن انا درتي قاقل تديزع مصال ديسبوغ بانه او تا واحد ما يحط الشيك ديالي لما كانوش في الكونت ديالي فلوس ولا ما كانش يتخلص ديك الساعة بلوكيو فلوس لعندكم شي فلوس بلوكيوه في الكونت ديالكم لاحطينا في الشيك تيتخذ ذاك الشيك عاد عاد سميتو حط الفلوس ديالكم عادي المهم انا هذا القيصة بغيت الناس يحاولوا ياخدوا منها العبرة را هاد الاصال ما تحطوش عندهم الشيك را يتيريوه قبل من الوقت اللي باغين المهم اي واحد عنده شي شيك ما يحطوش حاولوا الشيك تجنبوه عافاكم ما تجنبو الشيك ما عادة شي شخص كتعرفوه مزيان هو اللي تعامنوا معه بالشيك شي شخص كتعرفوه شخصيا كي يعلمكم كي يقول لكم انا ندفع الشيك في نار فلان فلاني عندكم علاقة قريبة بينكم وبينو اما شي واحد بعيد ما تعطيوش الشيك الشيك ما تعطيوش شي واحد عادتكم معه تيصال تعاملوا معه بالشيك ما عادتكم معه تيصال ما تتعاملوش معه بالشيك المهم كنتمنى تاخدو العبرة وانعلمكم ان شاء الله بلات خوصي ديوغ اللي تكون في المستقبل شنوه يتم الإجراءات اللي يكون شنو بخضون شنو الإجراءات اللي يكونوا في المستقبل بينو وبين سيتي كلوب والبنك ديالي وخصني نجيسي في البنكة بانا هذيك العامة اصلا انا كنت عالمون باناو متيريو الشيك في النار فلان فلاني حيش بعدا ناخد الشيك ديالي خصني ضروري نجيسي في البنكة باش ما نتعرضش الإيقاف لمدة عشر سنين من الشيكات المهم كان معاكم عبد كريم وكانتمنى من الناس اللي يشوفوا الفيديو يخضوا من العبرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته